الحاجات اللي حرج بتقولها طبعاً في بعض الجامعة بدأت تفتح مراكز أو تفتح أقسام أو الجامعات الأهلية الجديدة بدأت تفش عملنا جامعات رقمية تمامة يعني حتى شفت في جلالة AI والكلاود كومبيوتينج والحاجات دي كلها هو في أقسام الأدارية الجامعة الرقمية أكاديمية البحرية عاملة خرجت خرجين أوريدي من كليات الزكاة الإصطناعي دي نقطة ده كان محور مهم جداً سيحتاجين أنت توسع أكثر المحور الأهم كمان أنت الخدمات دي هتشتغل على إيه أنت كان عندك ما يقرب من المئة قاعدة بيانات متنثرة متفرقة غير متجنسة وغير متكملة مع بعض في الجهات الحكومية انشقت عبر عشرات السنين بتكنولوجيات مختلفة طب أنت عشان توحد هذا الكلام كله واتطلع قاعدة بيانات مؤمنة متكملة تخدم الدولة كلها ودي كانت نقطة مهمة جداً ودي كانت أصعب مرحلة في وجهة نظر ما يسمى بالعقل الإلكتروني متهيئة للبقود في العصمة الإدارية طب انت بعد ما انشأت القاعدة دي روح تعامل بقى أكبر مركز معلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا اللي سماه في خامة رئيس عقل مصر ده المركز ده الواحده تكلف 16 مليار جنيه في مبنى مؤمن ضد الحرائق والزلازل والبراقين تحت عمق 19 متر تحت الأرض مؤمن تماماً وفي مجموعة من مئات السيرفرات المؤمنة اللي هي الحكومة بتاعتنا هتبقى حكومة تشاركية كل الخدمات للحكومة والوزارات والمحليات كلها في هذا المكان غير طبعاً ما عمله باقب في مكان ما محدش يعرفه لكن انت النهاردة أنشأت هذا الكلام اللي هو تقدر تبني عليه بقى بسرعة طبعاً أصعب مرحلة هي مرحلة الأساس طبعاً انت رحت بقى عامل بعد ما عملت الكلام ده كله أنشأت منصة مصر الرقمية اللي هي الانترفيس أو وجهة التعامل ما بين المواطن وما بين الحكومة طبعاً لازم أنا من خلال برنامج حضراتك لازم كل مواطن يسجل نفسه في منصة مصر الرقمية سجل نفسه مرة واحدة بس بالرقم القومي بتاعه حتلع له بيانات ويختار كلمة السر هو بحيث كل ما يكون عايز خدمة من الحكومة من أي جهة حتى لو عايز يعمل توكيل في الشهر العقاري يدخل طالما مسجل نفسه خلاص ستعرف سجل كلمة السر يدخل يختار من الجهات المختلفة من الوزارات أو الدواير المختلفة خدمة اللي هو عايزها وطبعاً انت طورت بقى المدفوعات الرقمية زي ما كنا بنتكلم على البنوك لان انت إذا ما كنتش تعمل مدفوعات رقمية بالزبط تزودها مش هتقدر تدفع تكمل الخدمة رقمية هيبقى خدمة منقوصة جزء منها رقمي وجزء منها يدوي طب انت النهاردة بقى فيه دفع بالبطاقات المختلفة دفع من خلال بوابات الدفع الإلكترونية سواء خاصة أو حكومية منتشرة في مصر علاوة على التأمين الشامل لهذه الخدمات هل احنا وصلنا إلى الحد الأقصى لا لسه عندنا خدمات كتيرة محتاجين كمان نزود التوعية بأهمية الخدمات الرقمية يعني هو على طبعا أمن وسرية المعلومات لأن احنا شفنا في العالم كله بتسرق المعلومات وإحنا محتاجين النهاردة مش أي واحد يتصل بأي واحد الديني رقمك الديني رقمك السري الديني ودي توعية بقى توعية بالجانب اللي ممكن يكون مضر شوية فيه مش هقوله جانب مضر ولكن من يستخدم هذا الجانب في الحق الضرر القرصانة في العالم كله ووجود في الدنيا بالصدر لا القرصانة ووجود في العالم إحنا لازم نوعي ونصقف نفسنا إنه ده هيفضل مستمر ده محتاجة مستمر محتاجة من وسائل الإعلام محتاجة من المجتمع المدني محتاجة من الجامعات ومن المدارس مش بس سركة البيانات الرقمية بياناتنا الشخصية